وهنا لابد من طرح هذا السؤال المهم هل تصح صلاة الجماعة في غير بيوت الله في غير المساجد والجواب نعم والجواب نعم وهذا لا شك فيه تصح صلاة الجماعة في أي مكان من الأرض وهذا لا شك فيه بل وقد رد أهل العلم على من أوجبوا فعل صلاة الجماعة في المسجد بعدة أقوال قالوا إذا كان من صلى منفردا منفردا تصح صلاته مع إثمه عن تخلف عن صلاة الجماعة لم يكن معذورا عند جل من أوجب الجماعة في المسجد قالوا فإذا كان صلاة الفرد وحده تصح فأولى أن تصح صلاته مع من صلى في جماعة في غير المسجد فوجوب صلاة الجماعة انتبهوا معي فوجوب صلاة الجماعة في المسجد مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وأكثر الموجبين لصلاة الجماعة لم يوجبوا فعلها في المسجد بل أوجب ذلك بعض الحنابلة كشيخ الإسلام للتيمية وشيخ الإسلام للقيم غيرهما ومن حجة من أوجب صلاة الجماعة في المسجد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من تخلف عن صلاة الجماعة وكذلك حديث الأعمى وقوله له فأجب فإني لا أجد لك رخصة واستدل أيضا بحديث رسول الله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وسأبين حكمه الآن وقال الفريق الآخر الذي لا يوجب فعل صلاة الجماعة في المسجد استدل على ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بأصحابه جماعة حين كان شاكيا يعني كان مريضا وقد ذكرنا أنه يجوز لمن كان له عذر أن يصلي في بيته لكن أكمل الرواية لما شك صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته زاره جماعة من أصحابه رضي الله عنهم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصحابة معه ولو كانت صلاة الجماعة واجبة في المسجد لما أذن لهم بأبي وأمي وروحي أن يصلوا معه في بيته بل ولا أمرهم بالذهاب إلى المسجد أو بإعادة الصلاة أو بإعادة الصلاة أي في المسجد واستدلوا هذا الحديث حديث أم المؤمنين عيش عراء البخاري ومسلم قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن أي وهو مريض فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا الحفظ بن رجب يقول في فويد هذا الحديث وفيه أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعة وفيه أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة أي للزيارة جماعة لتحصيل فضل الجماعة وقد يستدل بذلك على أن شهود المسجد لازال الكلام الحفظ رجب وقد يستدل بذلك على أن شهود المسجد للجماعة غير واجب أي غير واجب على كل مسلم بعينه كما هو رواعا أحمد هكذا قل حافظ ابن رجب فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة صلاتهم في المسجد بل اكتفى منهم بصلاتهم معه في بيته عليه الصلاة والسلام واستدلوا بحديث الرجلين اللذين صليا في رحليمة ولم ينكر عليهما صلى الله عليه وسلم وإنما أمرهما بإعادة الصلاة مع الجماعة إذا أتى المسجد وهو حديث يزير بن الأسود الذي رأى الإمام أحمد أبو داوده الترمذي والنسي وغيرهم بسند صحيح واستدلوا بهذا الحديث العظيم الذي رأى البخاري ومسلم حديث أبو ريرا وفيه وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وفي لفظ مسجدا وطهورا وفي رواية ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد وتأولوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت تأولوا همه بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة تأويل جميلا وقالوا بأنهم كانوا جماعة من المنافقين هذه صفتهم كما يدلوا عليه السياق الحديث وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله وأجابوا عن حديث الأعمى بأنه لم يرخص له في التخلف عن صلاة الجماعة وهو ابن أم مكتوم وقد رخص لعتبان ابن مالك حين أنكر عتبان بصرة رخص له عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته جماعة بخلاف عبد الله بن أم مكتوم فإنه كان يصلي في بيته منفردا ومن ثم لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام قال الحافظ ابن رجب إنما رخص لعتبان ابن مالك قال يحتمل أن يكون عتبان ابن مالك جعل موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بيته جعله مسجد يؤذن فيه ويقيم فيه ويصلي بجماعة أهل داره ومن قارب منه أي من غير أهل داره فتكون صلاة حينئذ في مسجد إما مسجد جماعة أو مسجد بيت وأما عبد الله ابن أم مكتوم فإنه استأذن رسول الله فأن يصلي في بيته منفردا فلم يأذن له قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فهذا أقرب جمع بين الحديثين أما حديثه لو صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فحديث ضعيف باتفاق ومن جميل ما قاله الإمام بن قدامى في المغني تحت عنوان فصل قال ويجوز فعلها أي صلاة الجماعة في البيت والصحراء وقيل فيه رواية أخرى أن حضور المسجد واجب هكذا قد قدامى إذا كان قريبا منه وقال يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يقول ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبله ومنها وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان وهذا حديث روال بخاري ومسلم وقالت عيشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاكن صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا لا زال الكلام لابن قدامى والحديث روال بخاري وقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين إذا صليتم في رحالكما ثم أدركتم الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة لكنهما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام صلاتهما خارج المسجد وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قال لا نعرف إلا من قول علي نفسه كذلك رواه سعيد في سننه والظاهر أنه إنما أراد به الجماعة وعبر بالمسجد عن الجماعة لأن المسجد ومحل الجماعة ومعنى الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة وقيل أراد به الكمال والفضيلة فإن الأخبار الصحيحة يقول ابن خدامة فإن الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة ترجمة نانسي قنقر